اشتركوا في القناة اهلا وسهلا بيك مساء الخير على طلابنا طلاب السنواء العامة في كل انحاء جمهورية مصر العربية اهلا بيكو في حلقة ان شاء الله تبقى حلقة مميزة سؤالين مهمين جدا ب16 درجة في الامتحان سؤال الديالوج وسؤال الاسدج القطع هنستعرض النهاردة مع بعض ازاي نتعامل مع السؤالين وان شاء الله تبقى حصة مميزة بالنسبة لكم وتستفادوا منها كلكم تمام ماشي نبدأ مع بعض يا مصر محمد تفضل هنبدأ مع بعض النهاردة بالنوع الاول وهو الديالوج سؤال الديالوج طبعا حضراتكم عارفين ان الديالوج بيجيلي في الامتحان 6 spaces 6 فراغات الست فراغات بيبقوا عبارة عن ايه اولا بيبقى الديالوج بيديك ديالوج محادثة مكونة من 6 فراغات الفراغات دول ممكن يبقوا 3 stimuli 3 جمل افتتاحية او 3 اسئلة وبيكون فيه 3 responses بيكون فيه 3 اجابات عليهم زي ايه مثلا؟ زي مثلا ممكن يجيلي جملة وانا بكون عليها سؤال وبيكون السؤال بتاعي what's wrong with you لو انا طبيب وانت لسه داخل علي انا بقولك what's wrong with you مما تشتكي نفس الكلام ممكن تكون جملة افتتاحية وقولك good morning سبع الخير I would like to book a room زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة ممكن كمان لو انت المريض اللي بعايز تقولي للدكتور الحاجة اللي انت بتعاني منها تقوله I have a fever and rash انا عندي حمى وعندي مثلا طفح جلدي او حساسية ممكن يكون على شكل سؤال وتقوله how do you feel about the match ما رأيك في المباراة ممكن كمان تكون جملة تعجبية حضرتك حد بيقولك جملة وانت مش مصدقها فتقوله really بجد ممكن تقوله how interesting للتعبير عن التشويق ممكن حد يكون مقدملك suggestion اقتراح وحضرتك تكون انت اللي هترد على الاقتراح فتقوله that's a good idea او انت اللي بتقدم الاقتراح فتقوله مثلا let's go تقوله how about what about وهكذا بس انت لازم تبقى عارف rules كويس اللي انت هتتبعها في حال الديالوج ما تنساش ان هما six deletions ست اختيارات او ست فراغات موجودين كل فراغ او كل اختيار هيكون عندك بدرجة كاملة في الامتحان لو رحنا للبيج الصفحة اللي بعدها هللاقي انا اعملك instructions بعض التعليمات اللي انت بتعملها في الامتحان اول حاجة لازم تاخد بالك منها هي ان انت لازم تقرأ المحادسة كويس قوي قبل ما تحلها تاخد over all view نظرة كاملة كده على الديالوج على المحادسة وتشوف هي بتتكلم عن ايه وتبدأ تتعرض لها ثانيا لازم تاخد بالك كويس قوي من البنكشوشن من علامات الترقيم ازاي؟ يعني لو في اخر الجملة فيه فلسطوب يبقى انت مطلوب منك جملة تتكون من subject وverb وobject لو فيه في الاخر question mark علامة استفهام يبقى انت لازم تعمل لي تكوين سؤال وهنا استعرض مع بعض دلوقتي الشكلين والنوعين بتوع الاسئلة ثانيا لازم تاخد بالك كويس قوي من التنس من الزمن بتاع الديالوج ممكن يكون التنس ده present مضارع ممكن يكون past ماضي ممكن يكون future مستقبل وهنا استعرض برضو دلوقتي خطوة بخطوة هعلمك ازاي تكون سؤال برضو تاخد بالك معايا بقى من انواع الاسئلة زي ما وضح قدامك على الشاشة question types انواع السؤال فيه نوعين من الاسئلة الwh question السؤال اللي بيبدأ بwh بعدات استفهام او السؤال اللي بيبقى الاجابة بتاعته yes or no وده السؤال اللي بيبدأ بفعل مساعد طب ده هنستعرضه زي في الامتحان ده في البيج في الصفحة اللي بعدها حضرتك اول ما بتبص على الاجابة وتلاقي الاجابة بتاعتك فيها yes فيها no فيها of course فيها well فيها sure فيها I'm afraid وعم افريد هنا باش معناها انا خايف معناها انا متأسف اوكي الحاجات دي كلها تديك معنى الموافقة او الرفض في الحالة دي انت لازم تسأل لي سؤال بإجزال ريفيرب بفعل مساعد او فعل ناقص وبيبقى السؤال ده معناه هل وعشان تسأل سؤال معناه هل تتأكد ان الاجابة بتاعته yes or no او اي حاجة من العلامات السابقة طيب لو هو جايب لي في الامتحان السؤال بادئ بالفعل المساعد يبقى انت لازم في الاجابة بتاعتك تكون اجابتك yes or no خلاص معروفة طيب انا هكون السؤال ده ازاي هتحذف yes or no ثم تجيب لي الفعل المساعد في البداية بعدها الفاعل بعدها الفعل الرئيسي بنفس الشكل اللي قدامك على الشاشة فعل مساعد في البداية وليكن مثلا do الفاعل بيجي بعدها زي you الفعل الرئيسي بعدها زي like do you like fish هل تحب السمك do you want any help هل تريد اي مساعدة الشكل اللي انا بقوله ده هو السؤال اللي بيبقى اجابته بyes or no لو رحنا للبيج اللي بعدها هنلاقي انا بستعرض لك الافعال المساعدة والافعال النقصة شكل هاي الافعال المساعدة مثل رحمد بتكون ممكن تبقى verb to be ممكن تكون verb to have ممكن تكون verb to do verb to be ده اللي هو شكله ايه اللي بيبقى am or is or are ممكن يبقى was and where وافتكر ان لو السؤال بدأ بأي حاجة اللي انا بقولها دي هيبقى معناه help ويجابته yes or no ممكن يبقى verb to have have او has او had وما تنساش لو هتجيب have و has و had فأول السؤال لازم يبقى فيه past participle في تصريف ثالث ممكن السؤال يكون بادئ ب auxiliary verb بفعل ناقص او بموضل verb بفعل ناقص زي will would can could shall should may might must اي سؤال من دول هيبدأ في أول الجملة هيبقى معناه هل وما ننساش اجابته yes or no طب اديني كده بعض examples الامثلة على اللي احنا بنقولو ده في البيجيلي عليها الدور هتلاقيني بادئ الصفحة بكلمة أداية الاستفاهم ثم verb to be ثم الفاعل ثم verb plus ing وليكن مثلا جاب لي إجابة في الامتحان كتيب لي فيها I am playing tennis انا بلعب تنس يا طرى السؤال اللي هسأله عليها يكون ايه اكيد طبعا I am playing tennis انا ألعب تنس يبقى الراجل سألني يقال لي ماذا أنت تفعل يبقى أنا أداة الاستفاهم بتاعتي هتكون what طيب فين auxiliary verb فين الفعل المساعد او النقص اللي عندي اللي معروه قدامك هتلاقي فيه عندك am و is or لازم تستخدمها يبقى what are you doing ماذا أنت تفعل لو خطب لك في الشاشة قدامك هتلاقي بعد أداة الاستفهام في الفعل المساعد اللي هو r وبعد ما تلاقي r هتجيب لي subject الفاعل وطالما في am و is و r في السؤال يبقى يفضل ان ال verb يكون اخر i n g يبقى what are you doing what were you doing ماذا كنت تفعل أي سؤال في دول هتلاقي الفعل المساعد بتاعت verb to be يبقى الفعل i n g طب وليكن مثلا عايزة أسأل واحد سؤال عن حاجة حصلت في الماضي يعني مثلا في واحد شايفه ناجح قوي وأنا بعمل معه interview عايزة أقوله انت ازاي حققت أهدفك في الحياة السؤال هنا زمن ويمسر أحمد السؤال هنا زمن وماضي past عايزة أقوله كيف حققت أهدافك أداة الاستفهام اللي أنا حطيتها في دماغي هي how وبما إن السؤال زمن وماضي يبقى الفعل المساعد قدامي على الشاشة هيبقى did وأنا بكلمك انت يبقى how did you افتكر بقى لو الفعل المساعد في الجملة في السؤال اللي عندك هو verb to do do or does or did هتليفعل في المصدر يبقى قلنا من شوية لو هتجيب فعل مساعد am or is or or was and where تجيب لي ing لو هتجيب do or does or did تجيب لي الفعل في المصدر زي ما ظهر قدامك على الشاشة how did you score your goals in life كيف أنت هققت أهدافك في الحياة سجلت أهداف في المباراة أيا كان طيب عندي برضو كمان لو أنا واحد مثلا قاعد قدامي التلفزيون بقى له فترة وعايز أقوله أنت بقى لك قدقى بتتفرج على التلفزيون هيقول لي مثلا أنا بقى لي خمس ساعات طيب أنا يا طار هسأله هقوله أنت بتتفرج بقى لك كم ساعة يبقى أنا السؤال بتاع هيبقى how long how long did how long have you been watching TV كم المدة التي كنت تشاهد فيها التلفزيون لو خذت بالك أنا سألت هنا how long كم المدة طيب بعد how long عملت إيه جبت الفعل المساعد اللي هو have افتكر أنا قلت لو في أم و is و are يبقى حضرتك هتجيب لي ING لو جبت do or does أو did يبقى أنا لازم أجيب الفعل في المصدر طيب لو جبت have و has و had يبقى أنا محتاج التصريف التالت how long have you been watching the film كم المدة التي كنت تشاهد فيها الفيلم طيب عندي النوع الأخير من السؤال لو أنا هسأل وفي فعل ناقص في الجملة أي فعل ناقص لازم يجي بعده infinitive وليكن عايز أسألك متى والدك سيصل هقول لك متى والدك سيصل فين الأuxiliary verb هنا أو المودل verb هيكون will لأن السؤال زمن ومستقبل يبقى when will your father أو when will he arrive هنا سؤال بقى مستر أحمد أنا ليه كتبت arrive مش arrives أو arrived لأن أنا استخدمت مودل verb فعل ناقص يبقى لازم أجيب الفعل فين في المصدر يبقى ده الشكل بتاعي اللي أنا بعتمد عليه في بعض التحولات المهمة جدا في البيج اللي بعدها في الصفحة اللي عليها الدور لازم تاخد بالك منها أو أنت بتعمل سؤال أو أنت بتجاوب زي إيه أولا لو لقينا you طبعا أنا بكلمك أنت بسألك يبقى when will you لو أنت هترد علي هتقول لي I أو we لأن you لها معنين you ممكن يبقى معناها أنت أو أنتم لو you معناها أنت يبقى أنت هتجاوب لي ب-I لو you معناها أنتم هتجاوب لي ب-we you're ال-possessive adjectives الصفات الملكية you're بتتحول في الإجابة إلى my أو our عندي are you بمجرد ما لقي are you في السؤال لازم تحولها لي إلى I am في الإجابة أو we are والعكس صحيح لو لقيتش الإجابة I am يبقى في السؤال are you طيب نفس الكلام where you لو أنا أحاولها أحاولها إلى I was طب لو لقينا I was أخليها في السؤال where you سوابت معاك دي طيب أنا دلوقتي عايز أعمل سؤال السؤال الأخير اللي في الصفحة اللي عندك مكتوب he went to the book fair to buy some books هو ذهب إلى معرض الكتاب to buy some books اللي كي يشتري بعض الكتب عايزين نطبق بقى مصر رحمة اللي إحنا شرحناه على السؤال ده هو ذهب إلى معرض الكتاب اللي كي يشتري بعض الكتب أنا أكيد هسأل أقول إيه هقول لماذا ذهب إلى معرض الكتاب يبقى أنا أول حاجة هحدثها في الناجي هي أداة الاستفهام أداة الاستفهام هتبقى why جميل أول هنا لازم أحدد زمن الجملة التنس اللي اتكلمنا عليه هو ذهب إلى معرض الكتاب يبقى السؤال زمنه ماضي يبقى why did طيب إنت عرفت منين إن الجملة زمنها ماضي الفعل اللي أنا عمله لك باللون الأحمر هنا مكتوب he went وإنت زمنها ماضي يبقى هجيب الأكزيلا ريذيرب الفعل المساعدة اللي أنا سيبها did الفاعل بيبقى رقم واحد في الجملة اللي هو he هسأل يبقى why did he go وإنت بتكتب لو كتبت go دي going هيتعمل لك غلط لو عملتها goes هيتعمل لك غلط طالما أنت بتجيب very to do يبقى تجيب للفعل في المصدر يبقى why did he go to the book fair إيه اللي خليك تجيب did لأن الفعل الأساسي هنا في الجملة زمنه ماضي اللي هو went طب لو ونت دي كانت مكتوبة مثلا goes أخرها s يبقى أنت كنت هتسأل لي بضز طب لو كانت went دي go فعل في المصدر لو هي فعل في المصدر اسأل لي بي دو يبقى لو الفعل عندك في المصدر تجيب الأكزير ريفر بي دو لو الفعل أخره s تجيب does لو الفعل ماضي تجيب did الصفحة اللي بعدها أنا عايزك وإنت بتتفرج معاقي دلوقتي لو هتلحق إن أنت تنقل أدوات الاستفهام اللي موجودة قدامك على الشاشة أنا حطط لك معظم أدوات الاستفهام اللي احنا بنستخدمها ولو حضرتك هتتفرج على الحلقة على اليوتيوب في الإعادة بتاعتها ممكن تبقى توقف الفيديو وتقدر تحفظ أدوات الاستفهام دي مهمة جدا هتلاقيني أسمها لك إلى شقين أدوات الاستفهام اللي بتبدأ بWH question زي what ودي بتسأل عن الأشياء زي when لما تحب بتسأل عن الوقت أو what time زي where للمكان زي who للعاقل بس بيقى فاعل زي whom للمفعول which للاختيار ما بين حاكتين why لما بتسأل عن السبب what time لما تسأل عن الوقت زي when لفوق what size تسأل عن المقاس what color عن اللون what kind what sort عن النوع whose عن الملكية الشقة اللي جنبها هتلاقيني أعمل لك some question tools بعض أدوات الاستفهام اللي بتبدأ بhow أولها how اللي هي كيفة هتلاقيني بقى هتطلق العيلة كلها how many لو هتسأل على عدد وتجيب لي بعدها الاسم الجمع how many boys how many girls لو هتسأل عن الكمية how much وتجيب لي بعدها uncountable noun how much water how much juice على حسب الحاجة اللي بتسأل عليها لو هتسأل عن عدد المرات تسأل بhow often وغالبا هتلاقي في الإجابة once twice three times ممكن تلاقي usually always often الحاجات دي تخليك تسأل بhow often ممكن لو مش حابب تسأل بhow often ممكن تسأل بhow many times أوكي عايزة أسأل عن المسافة بين مكانين ممكن أسأل بhow far عايزة أسأل عن المدة how long الارتفاعات how high الصرع how fast العمق how deep الوزن how heavy وممكن أستبدل كل أدوات اللي استفهام اللي بدأ بhow أستبدلها بwhat بس how عايزة adjective بعدها لكن what عايزة بعدها noun يعني مثلا لو أنا قلتلك how long ممكن تسأل بwhat length بدل ما تقول لي how high تقول لي what height تجيب لي الإسم منها دي أدوات استفهام مهمة جدا جدا حضراتكم هتحتاجوها في common situations في البيج اللي بعدها في بعض بقى المواقف كده اللي أنا مدهالك لو أنت حضرتك كتبت برضو ده معايا تستفاد قوي دي حاجات بتتكرر كتير في الامتحانات يعني مثلا لو أنت عايز أي حاجة في أي محل أو عايز تطلب أي حاجة من أي حد ممكن تبدأ كلامك بI would like ده لو في الآخر فيه full stump لكن لو في الآخر question mark هتبدأ لي بcould you أنا مش فاهم حضرتك داخل مطعم مثلا وعايز تحجز تراويزة لو الراجل أو الوضع اللي امتحان حاطتلك في الآخر فيه full stump يبقى أنت تقول لي I would like to reserve a table for dinner طب لو هو جايب لي نفس الجملة بس حاطتلي في الآخر question mark يبقى تبدأ لي بcould you please reserve a table for me ممكن تحجز لي ترابيزة could you please give me more of this kind ممكن لو سمحت تديني شوية عصير من ده كمان أي طلب هتطلبه من حد عندك نوعين يتقول لي I would like يتقول لي could you please وفتكر I would like لما يكون في الآخر full stump could you please لما يكون في في الآخر question mark في كمان where is the nearest post office لو أنا حبيت أسأل عن المكان عايز أسأل عن المحطة where is the nearest station البانك where is the bank where is والمكان اللي انت هتسأل عليه ممكن كمان لو الإجابة بـ yes or no بدل ما تسأل where is the nearest post office ممكن تقول له is the post office far from here هل مكتب البريد بعيد عن هنا هل هو قريب كده انت هربت من النوعية الأولناية في السؤال لما جاب لك yes or no انت لازم تسأله بأداة استفهاء بفعل مساعد أو بفعل ناقص أهم حاجة يبقى معناه يا جماعة هل بعد كده ممكن برضو لو انت offer انت اللي بتعرض المساعدة على حد ممكن أقول له hello may I help you هل يمكننا أن أساعدك can I help you هي هي may I can I لكن may I الأكثر تهزيبا عندي كمان لو حبيت أسأل عن سعر أي حاجة how much أداة استفهام how much does it cost بس حزاري لو هتسأل عن حاجة مفرد يبقى how much does it cost سعر حاجة مفرد لكن لو هتسأل عن حاجة جامع يبقى how much do they cost يعني وليكن مثلا حضرتك عايز تسأل عن سعر two shirts الأميسين اللي قدامك دول ما تقولوش how much is it انت ماسك في إيدك two shirts أميسين وأميسين من نوعيات مختلفة فعايز تقولو سعرهم كم ما تقولوش how much is the shirt لأن الأميس ده غير الأميس ده ممكن أن أنت تقولو how much do the shirts cost كم سعر الأمصان يبقى how much do they cost كم سعر اللي اتنين مع بعض عندك إيه كمان ممكن نسأل عليه ممكن أقول للراجل where can I find أنير بوكشوب ممكن تقولي أين أستطيع أن أجد أقرب مكتب أقرب بوكشوب مكتبة اللي بيع الكتب في طريقة تانية يا بيستر أحمد للسؤال عن السعر في بدل ما تقولي how much does it cost ممكن تقولي how much is أو how much are how much is the pin بكامل ألم ده how much is زميل بكامل وجبة دي how much is the sandwich وممكن تسأل لي how much are how much are the shoes ما ننساش shoes trousers الحاجات دي كلها بتبقى جامعة طيب قلنا من شوية لو أنا الطبيب وهسأل المريض أول ما بيخشيلي هقوله what is the matter what's wrong with you اللي اتنين دول ينفعوا مع الطبيب لما يجي يسأل المريض قاعدين نتكلم كلام مرسل من ساعتها بنتكلم كلام كتير تعال بقى نطبق عملي مع بعض على dialogues على أسئلة جات قبل كده في امتحانات سنوية عامة وإزاي أنت تقدر تتعامل معها وإزاي تجيب ال6 marks ال6 درجات عملي مع بعض دلوقت هنروح للبيج اللي عليها الدور اللي قدامك ده dialogue موجود between a doctor and a patient ما بين طبيب ومريض أول خطوة لازم تحطها في حساباتك إنك تحط في حساباتك مين الاتنين اللي بتكلموا واعتبر نفسك واحد من الاتنين وليكن أول واحدة دكتور الطبيب بيسأل patient المريض سؤال آخر question mark أخذ بالي من علامات الترقيم punctuation marks علامات الترقيم في في الآخر question mark يبقى أنا لازم أسأل سؤال يا طرى إيه هو السؤال اللي أنت هتسأله ممكن أسأل بأداة استفهام ممكن أسأل بفعل مساعد هل الإجابة فهيسأل نو لا يبقى أنا لازم أسأل بأداة استفهام طبيب هيسأل مريض أول ما بيخش له what's wrong with you يعني what's wrong with you مما تشتكي مالك إيه المشكلة عندك طيب سؤال number two رد المريض قال له I have a source root أنا عندي التهاب في الحلق التهاب في الزور عادي خالص يعني ممكن يكون كورونا لا طبعا مش هيبقى كورونا إن شاء الله يعني ده مجرد التهاب بسيط كده في الحل أنا عارف دلوقتي أي حد بيزوره بيوجعه بيبدأ يشتبه في الموضوع يعني الدكتور بعد كده سأله سؤال قال له yes I also feel some pain in my chest قال له أيها يا دكتور أنا أيضا بشعر ببعض الألم in my chest في صدري هنا بقى الإجابة yes يبقى أنت حضرتك لازم تسأل لي سؤال بيبدأ بفعل مساعد ممكن أقول له do you feel anything هل تشعر بanything else بأي شيء آخر أو ممكن أقول له anything else هل في شيء تاني أوعى تعلتزم يعني في ناس وهي بتحل الديالوج بتبقى ملتزمة قوي 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 بأنها تكون تكوين سؤال وإداة استفاهمه وفعل مساعده هكذا لكن أنت ممكن في الامتحان تستخدم اختصارات مهمة منها كلمة anything else هل في شيء تاني do you suffer from another thing هل أنت بتعاني من أي شيء نروح للنقطة اللي بعدها المريض قال له yes I feel I also feel some pain in my chest الدكتور قال له how long have you feel like that كم المدة اللي أنت بتشعر فيها بهذا الألم يعني بقى لك قد إيه تعبان السؤال بادي بإيه بhow long حضرتك مطلوب منك إنك تجاوب yep since yep for طب أنا هجاوب بإدناغي كده أنا ممكن يبقى الإجابة تعبان بقى اليوم أو يومين أو ثلاثة يام أو عشرين يوم هعرف منين لازم تاخد over all view نظرة شاملة على على الديالوج بعدها من شوية الدكتور قال له why didn't you come earlier then طب إنت ليه ما جيتش بدر شوية معنى كده إنه تعبان بقى له فترة يبقى المريض هيقول له four three days four five days بقى لي ثلاثة يام بقى لي خمسة يام fourteen days بقى لي عشر تيام أي أن كان فطبعا السؤال طالما بhow long يبقى أنا هجاوب بfour فالدكتور قال له why didn't you come earlier إنت ليه ما جيتش بدري السؤال بادي هنا بإيه بواقي لماذا ده بيسأل عن السبب حضرتك ممكن تجاوب لي because أو as أو since الأفضل تجاوب لي because إنت ليه ما جيتش بدري قال له لأني وهديله مبرر أجيب المبرر منين يا مصر أحمد هجيب المبرر من الجملة اللي بعدها الدكتور قال له this is not an excuse اللي انت بتقوله ده مش عذر health is more important than work صحتك أهم من الشغل يبقى هو قال له إيه قال له لأنا كان عندي شغل يبقى هيقول له because I had some work because I had a lot of work or because I was working لأي أنا كنت شغال فطبعا الدكتور قال له ده مش عذر بالنسبة لك صحتك أهم من الشغل let me examine you بعني أفحصك المريض أمسأل الدكتور سؤال أخره question mark الإجابة بno قال له nothing is serious مفيش أي شيء خطير يبقى يا طرى المريض سأل الطبيب قال له إيه أنا علمتك عشان تسأل سؤال زي ده اشطب على no وشوف للفعل المساعد اللي موجود في الجملة ويبدأ بيه فين الأuxiliary verb اللي عندك is يبقى تسأل لي بيه يبقى يقول له is it serious هل الأمر خطير يا دكتور هل فيه مشكلة فعلا is it serious قال له no nothing is serious but ولكن وعمل الدكتور مكمل جملة آخرها في فلسطوب أم المريض أم إيه له how long will I have to do that كم المدة اللي أنا لازم أعمل فيها الكلام ده دكتور الدكتور قال له for three days لمدة ثلاثة يام and I'll write down وانا هكتب now recommending that for your post وهكتب لك دلوقتي جاوب توصية للرئيس بتاعك في الشغل إنه هو يراحك شوية بيبقى أكيد الطبيب ادى له advice لو أنت في dialogue ما بين طبيب ومريض خليك فاكر إنه غالبا هيبقى في what's wrong with you غالبا هيكون في advice أنصح إزاي أنصح بyou should أنصح بyou had better أنصح بif I were you I would الأفضل أقول له you should have a wrist لو رحنا لل dialogue اللي بعده في البيج اللي بعدها dialogue between إبراهيم and his friend مونير محادثة ما بين إبراهيم وصديقه مونير about a football match عن مباراة كرة قدم that has just ended لسة منتهية حالا طيب عرفنا إن المحادثة ما بين اتنين والمحادثة بتتكلم عن مباراة كرة قدم غالبية الناس بتحبوا كرة القدم طيب إبراهيم بيسأل بيقول له how do you feel about the match رأيك إيه في المباراة على فكرة how do you feel about دي تنفع للسؤال عن الأوبينيون عن الرأي زي what do you think of زي what's your opinion لو أنا عايز أسأل في الامتحان حد عن رأيه أقول له what do you think of أقول له what's your opinion about اللي اتنين دول ولو انت هتجاوب تقول له I think تقول له in my opinion تقول له as far as I'm concerned من وجهة نظري أي حاجة بدول للتعبير عن الرأي فهنا يا ترى بيقول له how do you feel about the match رأيك إيه في المباراة مونير رد عليه قال له حاجة أما قال له I did too وأنا كمان and وأمسأله سؤال طبعا انت تقول رأيك بقى في المباراة I really enjoyed أنا استمتعت فعلا بيها I really watched it أنا فعلا تفرقت عليها it was really exciting لقد كانت مسيرة أهم حاجة انت تديني وجهة نظر رأيك في المباراة هقول له I really enjoyed it أنا فعلا استمتعت بيها وليكن دي الإجابة فابراهيم قال له I did too وأنا كمان and وأمسأله سؤال آخره question mark قال له I think our team played positively for most of the match أعتقد أن فرقنا لعب بإيجابية معظم المباراة فالسؤال بقى هيكون إيه حضرتك شايف قدامك في الإجابة الإجابة بدأ by think يبقى الراجل بيعبر عن الرأي يبقى أنا السؤالي هيكون إيه السؤالي هيكون what's your opinion يبقى أقول له what do you think of our team's performance إيه رأيك في أداء الفريق بتاعنا قال له أعتقد فريقنا لعب كويس ليه حضرتك سألت عن الperformance هو مديني في الإجابة بيقول لي أعتقد أن فريقنا لعب بشكل مميز أو لعب بإيجابية يبقى أنا سألته عن الأداء ما رأيك في أداء فريقنا قال له أعتقد فريقنا لعب بشكل إيجابي معظم المباراة أما قال له yes we deserve to win نحن استحقينا الفوز وبعدين عمل حاجة مميزة قوي عمل كومة وبعدين بعدها question mark ودي لقطة من اللقطات والفنيات المهمة في الديالوج وإنت بتحل لما بتلاقي في الآخر فلسطوب يبقى دي جملة لما تلاقي في الآخر question mark يبقى ده سؤال لما تلاقي في الآخر كومة وبعدين question mark يبقى ده question tag يبقى ده سؤال مزيل هعمله إزاي السؤال المزيل بروح للفعل الرئيسي اللي موجود في الجملة اللي قدامك اللي هو كلمة deserve it deserve it زمنه ماضي يبقى الفعل المساعد اللي هجيبه هيبقى did ولإن الجملة الأولى مزبتة بجيبه أنا من فيه يبقى الإجابة didn't we قال له احنا استحقينا الفوز أليس كذلك قال له yes we did فعلا but ولكن وأمقاي الجملة عنده افتكر إنك لما بتلاقي but دي بتفيد التناقض يبقى هيقول حاجة متناقضة طب يا ترى إيه اللي هيقوله بص للجملة اللي بعدها إبراهيم قال له I hope he will train hard أتمنى أنه يتمرن كويس to regain عشان يستعيد his good level مستوى المعروف يبقى أكيد هو هيلقي باللوم على حد في المباراة أكيد أكتر ناس بيتم إلقاء اللوم عليهم في المباراة حاجة واحد من الاثنين يا إما حارس المرمى يا إما الظاهرة اللي بيبقى راس الحربة دايما بتاع الفريق بتاعنا فطبعا قال له but the final match is near and the coach must try another striker قال له بس المباراة النهائية الرابط والمدير الفني لازم يجرب striker مهاجم آخر يبقى هو ألقى اللوم فوق على مين يبقى هو ألقى اللوم فوق على striker على المهاجم نرجع لجملتنا كده قال له ولكن our striker's level is no longer as good as it used to be قال له بس أعتقد المستوى المهاجم بتاعنا لم يعد كما اعتدنا منه فأمقى إله ولكن المباراة النهائية قربت وأعتقد من المدرب لازم يجرب مهاجم آخر if لو لو إيه بقى لو أداءه ما تحسنش يبقى if he has performance doesn't improve يبقى الجملة رقم أربعة تاني but ولكن our striker's level is no longer as good as it used to be ولكن مستوى المهاجم بتاعنا مش زي الأول الجملة نمبر فايف اللي بعدها على طول قال له ولكن المباراة النهائية قربت والمدير الفني لازم يجرب مهاجم تاني قال له لو لو إيه لو his performance doesn't improve لو مستوى ما تحسنش فقال له you are right كلامك مظبوط when will the final match be متى ستكون المباراة النهائية قال له next friday الجمعة الجاية وبعدين سألوا سؤال الإجابة عليها of course قلنا of course بتكون بديلة المين لyes فأنت هتسأل بفعلا مساعد قال له طبعا we will طبعا let's arrange it next third day تعال نرتب الموضوع مع بعض يوم الخميس اللي جاي يبقى أكيد هو اقترح عليه تفرجوا عليهم مع بعض مثلا shall we watch it together will we watch it together ايه رأيك نتفرج عليه سألوا مع بعض will we shall we اللي اتنين إجابتهم مظبوطة نروح كمان لامتحان آخر between a receptionist and a customer المرة دي هنروح لديالوج ما بين receptionist موظف استقبال وكاستومر وزبون وغالبا بيكون طبعا في الهاطل في الفندق أنا بجيب لك الحاجات اللي بتكرر في انتحانات سنوية عامة عرفنا الاثنين اللي بيتكلمه receptionist ده موظف استقبال بيكلم ال client أو الكاستومر receptionist بيقوله can I help you sir دايما أول ما بتخش فندق بتخش السوبر ماركت بتلاقي الراجل ما قابلك وبيقولك can I help you sir فحضرتك قلت له yes وامعمل له كومة وامتقى الجملة آخرها follow stop ال receptionist موظف للسبال سألني سؤال قلت له for a week لمدة أسبوع فال receptionist سأل للزبون وقال له single or double عايزها single لفرض واحد ولا الفرضين يبقى كده هما بيتكلموا على ايه على room على حجرة يبقى الجملة رقم واحد بتاعتي هتكون I'd like to book a room أنا عايز أحجز غرفة في الفندق افتكر معايا لو أنت عايز تحجز حاجة عايز تطلب حاجة من حد لو في الآخر full stop ابدأ ب I would like لو في الآخر question mark يبقى هتبدأ بcould you please هقول له I would like to book a room وبوك هنا معناها يحجز فسأله سؤال قال له for a week لمدة أسبوع قلنا من شوية مسترحمة لو السؤال بدأ بhow long الإجابة بتاعتي بتكون بإيه yeah for yeah since طب المرة دي هو جاب لي for يبقى أنا هسأل بإيه بhow long يبقى for how long هتقعد قدي إيه أما قيل له أنا هقعد أسبوع قال له عايزها single or double sir فتكر كويس لما تلاقي في or اختيار من الاتنين هتجاوب لي بوحدة عايزها حجرة الفرد واحد ولا فردين قال له single please أملون طب أنا ليه ما اخترتش دابل واضح قدامي في الإجابة الراجل بيقول أملون أنا الوحدي يبقى عايز حجرة single وأمساء السؤال قال له the one you will stay in الحجرة اللي انت هتمكس فيها overlooks the nail بتطل على النيل دايما ممكن تبصت لقى الراجل الجايب هالك يقول لك pull view nail view see view يبقى هو هنا بيتكلم على المنظر الشاشة بتاعتك أو سوري القودة بتاعتك بتطل على إيه يبقى أنا هسأله أقول له what about the view إيه رأيك طب و view المنظر بتاعي القودة بتاعتي بتطل على إيه what about دي قد تستفهم محوري قوي ممكن تستخدمها وهتلاقى مرنة معاك تشتغل في حاجات كتير تشتغل في الاقتراح تشتغل للسؤال عن الرأي تشتغل برضو هنا للسؤال عن الاستفسار عن أي شيء فقال له الزبون nice لطيف وحط في الستوب وسأل سؤال تاني قال له 200 pounds a night بـ 200 جنيه الليلة آه فيه في الإجابة سعر يبقى هسأل how much يبقى السؤال بتاعي how much is it per night بكم القودة في الليلة اللي خلاك تسأل how much is لأن أنا بسأل على سعر الليلة يبقى how much is it per night بكم سعرها قال له 200 pounds بـ 200 جنيه في الليلة قال له اوكي ايو البوكيت انا احجزها وعموظف الاستقبال سأله سؤال قال له buy credit card بالبطاقة الاقتمان بتاعتي يبقى أكيد سأله عن طريقة الدفع فيه في الإجابة buy الإجابة بدأة buy يفضل اسأل بـ how كيف سوف تدفع كيف تريد أن تدفع would you like يا جماعة would like دي تشتغل معك في حاجات كتير how would you like to pay تحب تدفع ازاي أداة تستفهم how فعل مساعد would الفاعل يقول لإني بكلمك يبقى how would you like to pay قال له buy credit card قال له اوكي give me the number of the card اديني رقم البطاقة بتاعك please كل دي dialogues بتيجي في الامتحانات بشكل متكرر لو رحنا ليه الصفحة اللي بعدها البيج اللي بعده dialogue between an interviewer ما بين محاور and ابل كانتو شخصي بيتقدم لوظيفة in a computer company في شركة computer نشوف ال interview بتتسأل فيها ايه الناس بتتعامل فيها ازاي طبعا المعابلة الشخصية بتبقى ما بين شخصين ما بين interviewer وما بين applicant ما بين متقدم لوظيفة وليكن ال interviewer بيقول او بدأ كلامه او قال good morning صباح الخير please sit down اتفضل انا هاعتبر نفسي applicant المتقدم للوظيفة وحضرتك يا مستر احمد هستأذنك تعتبر نفسك معايا ال interviewer المحاور بتاعنا فحضرتك في البداية قلتلي first of all وسألتني سؤال انا رضيت عليك قلتلك i had a degree in it انا معايا درجة علمية from cairo university three years ago من جامعة cairo university جامعة القاهرة من ثلاث سنين يا ترى السؤال اللي انت سألتهوني هيكون ايه اكيد سألتيني عن مؤهلاتي طب المؤهلات دي وقت ولا مكان ولا شيء شيء يبقى دات الاستفاهم هتبقى what طب المؤهلات دي مفرد ولا جامع جامع يبقى الاكزيل الرب الفعل المساعد هيبقى what are your qualifications او اعداية الاستفاهم المارينة اللي انا قلت عليها من شوية what about your qualifications من غير بقى فعل مساعد ومن غير ما تجيب اي حاجة وطباوت تنفع معك في حاجات كتير ماذا عن مؤهلاتك what are your qualifications قلتلك انا معايا درجة علمية في ال it في ال information technology من جامعة القاهرة فحضرتك سألتيني سؤال قلتلك very good جيد جدا خلنا السنة دي في نص الاسماء وقراءة بتاع ال units بتاعتنا ان فيه فرق بين degree و grade degree دي الشهادة العلمية المؤهل بتاعك لكن grade grade دا اللي هو الايه التأدير بتاعك التأدير بتاعك في اخر سنة كان ايه تأديري كان very good يبقى what grade did you get ما التأدير اللي انت حصلت عليه طبعا انا لو عايز اسألك انت في سنة كام اقولك what class لو عايز اسألك التأدير اللي انت جيبت وقل لك what grade ادي اداة الاستفهام طالما انا بسألك عن حاجة حصلت لك يبقى السؤال زمنه ماضي يبقى what grade did بكلمك انت يبقى subject to you الفعل الرئيسي هيكون في المصدر لان انا جيبت did من شوية يبقى what grade did you get قلتنو very good حضرتك سألتيني قلتلي يا مصر احمد قلتلي great what have you been doing since you left university كنت شغال ايه منذ انتركت الجامعة قلتلك I have been working in a small computer company انا كنت شغال في شركة computer in my district في المنطقة بتاعتي فالمحاور سألني سؤال تاني وقلتله because I'm quite ambitious لان انا طموح جدا and wanted to work for a company with good reputation وعايز اشتغل في شركة زاتة سمعة جايدة زيكم الاجابة بدأ because يبقى انا سألتك عن السبب يا طرق ايه السؤال اللي بسأل اداة الاستفهام للسؤال عن السبب هي why why do you want to leave that company حضرتك ليه عايز تسيب الشركة اللي انت شغال فيها why do you want to work for us انت ليه عايز تشتغل عندنا لو انت كتبت دي او دي الاجابة تنصح يبقى why do you want to work for us او why did you leave your company انت ليه سبت الشركة بتاعبك طيب قلت لك كمان also قلت له انا سبتها لان انا طموح وعايز اشتغل لشركة ذات مكانة also ايضا وامتقيل له سبب مو مبرر كمان we pay our employees employees well احنا بندفع للموظفين بتوعنا كويس جدا او our employers او المضارع بتوعنا جيدا لان الشركات ممكن تعاين مدير او تعاين موظف قال له احنا بندفع الموظفين اللي عندنا كويس يبقى فيه مبرر money الفلوس قلت له طبعا يبقى السبب بتاعي the salary is not quite good اجابة رقم 4 المرتب is not quite good لا 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 المرتب بتاعي مش كويس قال لي احنا بندفع للناس كويس عندنا but ولكن عندنا شرط يا طرق ايه هو الابليكانت المتقدم قال لي i'm ready انا جاهز to do any extra work انا جاهز ان انا اعمل اي عمل اضافي يبقى التنقض هنا او الشرط اللي انا عشان اديك مرتب كبير فيه هو ان احنا هنديك عمل اضافي يبقى we sometimes ask for some extra work احنا بنطلب احنا بعض العمل الاضافي قال له انا جاهز ومستعد قال له that's good your chances will be good فرصة كتبها كويسة واما اقول له جملة اكيد طبعا هنكلمك هنكلمك دي زمان هاي مستقبل يبقى we will contact you soon هنتصل بيك or I bet you tell you the result عشان اقولك على النتيجة دي كانت dialogues بعض المحادثات اللي كانت في امتحانات سابقة خليني بقى اروح معاكو دلوقتي الحاجة مهمة جدا النموذجين بتوع الوزارة كلنا عارفين ان السنة دي الوزارة نزلت two pockets امتحانين على المواصفات اللي بتيجي في الامتحان هل بيجي منها في الامتحان ما حصلش قبل كده ان نجي من النموذج بتاعة الوزارة لكن احنا برضو لازم نزلت هم نتضرب عليها نموذجين مهمين موجودين على موقع الوزارة نحلهم سوا المحادثة المرة between a customer and a cashier customer دا اللي هو الزبون cashier دا اللي هو الشخص اللي بيبقى واقف وبياخد منك الفلوس في المطعم الكاشير اول ما قابلني قال لي hello may I take your order sir ممكن اخد الطلب بتاعك قلت له حاجة اخرها full stop قال لي sure would you like دا combo deal or just as a sandwich هل انت عايز تاخد عرض الكمبو ولا الساندويتش بس معنى كده ان انا طلبت ايه ساندويتش نفتكر يا مستر رحمد من شوية انا قلت ايه لما قطلب من حد حاجة لو في في الاخر please لو في في الاخر question mark يبقى could you please لو في في الاخر full stop ابدأ I would like من غير ما تتردد يبقى هقول له I would like a sandwich please قال لي sure تحت امرك تحب الكمبو ولا الساندويتش فقط لغير فانا امتقل له حاجة قال لي the combo is 20 pounds it comes with medium fries and a drink انه يأتي مع بطاطس حجم متوسط وكمان مشروب يبقى يا ترى انا قلت له ايه هقول له طبعا I want only the sandwich او I want the combo deal بس في الاجابة الرجل قال لي the combo is 20 pounds الكمبو بـ 20 جنيه واضح ان انا هسأل عن الايه هسأل عن السعر طب مصر انت قلت لي لو هسأل عن السعر يبقى how much is the combo بكامل الكمبو هل في في الاخر question mark لو في الاخر question mark يبقى how much is the combo لكن لو هتسأل لو هتجبها لجملة يبقى هقول I would like انا اريد ان اعرف the price of the combo نقول تاني لو في الاخر full stop I wanted to know the price of the combo لكن لو في الاخر question mark how much is the combo please قال له الكمبو بـ 20 جنيه وبييجي كمان مع بطاطس حجم متوسط ومشروع فالزبون قال له حاجة ام سألوا سؤال قال له cook please عايز كوكا كولا من فضلك يبقى طبعا هو لما قال له فوق الكمبو بـ 20 جنيه وبيعتي مع the medium fries يبقى هيقوله I will take the combo deal سألوا سؤال قال له cook please كوكا كولا من فضلك عندي اكتر من سؤال عايزة اقوله هتشرب ايه هقوله do you want any drink هل تريد اي مشروب ممكن اقوله what about your drink sir ماذا عن مشروبك يا سيدي وارجع واقول تاني what about تنفع معك في حاجات كتير وماذا عن مشروبك قال له cook please ام سألوا سؤال قال له no that will be all ده هيبقى كل حاجة طالما الاجابة بنو يبقى انا عايزة اسأل سؤال معناه هل فيه لا اطمح ورا معايا anything else تحب حاجة تانية يا سيدي anything else sir تحب حاجة تانية قال له no that will be all thanks اما قال له in or out لازم تكون انت ملم بالمعاني دي يعني in or out in يعني في out يعني خارج المقصد هنا لما in و out دي تتألف ومطعم بيبقى معناها ايه اكيد الميننج بتاعها ان انت عايز هتاكل هنا في المطعم ولا هتاكل برا قال له حاجة قال له that will be 20 pounds please هيبقى 20 جنيه قال له thank you here you are اتفضل يبقى هيقول له out please الديالوج الاخير نموذج الوزارة التاني صوحة بتخبر اميرة about some work عن بعض العمل صوحة بتقولي الاميرة I have been asked to write an essay as homework انا طلب مني ان انا اكتب an essay مقال كواجب اميرة قالت لها it's nice وسألتها سؤال قالت لها it's about solar energy انه عن solar energy الطاقة الشمسية يبقى يا طرس قالتها ايه هل هنا في مكان يا مستر رحمة مفيش مكان هل هنا في وقت مفيش وقت ده هنا بتقول لها it's about solar energy ده بتتكلم عن الطاقة الشمسية يبقى قالت لها ايه المشروع ده بيتكلم عن ايه او المقال عن ايه يبقى what اداة استفهام في فعل مساعد في الجملة is فين الفاعل رقم واحد يبقى it يبقى what is it about بيتكلم عن ايه قالت لها انه يتكلم عن الطاقة الشمسية سألتها سؤال قالت لها i choose it as it's an important issue انا اخترت المشروع ده او المقال ده لانه قضية مهمة as في الجملة as بتسوي because بتسوي since بمعنى لأن لما تلاقي as و because و since بمعنى لأن since ممكن منذع ولأن اسأل بواي يبقى هقول why السؤال هنا مصر رحمة زمنه ايه i choose it انا اخترته زمنه ايه ماضي يبقى الفعل المساعدة يكون did يبقى why did you choose it choose ولا chose طبعا choose لو جبت فعل المساعد did لازم تجيب المصدر يبقى why did you choose it انت ليه اخترته قال له انا اخترته لأنه قضية مهمة قالت لها what's going to be and they say ماذا سيكون معروض في المقال طب هتكتبي ايه في المقال ايه اللي هيبقى موجود فيه قالت لها well it's a bit difficult to explain صعب ان انا اشرح لك ده موضوع كبير جدا قامت ايلى لها حاجة قامت لها fine to summarize عشان الخص لك بص يا سيد لما تلاقي الإجابة بدأ بكلمة وبعدها exclamation mark علامة تعجب او كما اعرف ان الكلام كان موجود قبلها يعني الكلام اللي في الجملة اللي قبلها تكرر فيها تاني يعني هو قال حاجة قانتلاق كويس ماشي عشان الخص لك it's about how to save energy يبقى هي فوق طلبة من نهضة انها تلخص لها يبقى تقول لها ايه please summarize it just summarize it من فضلك لخصيل قالت لها حاضر عشان الخص لك هو بيتكلم عن توفير الطاقة قامت قال لها جملة قالت لها i got my information from different sources انا حصلت على معلوماتي from different sources من مصادر مختلفة وخلي بالك بقى معي في اللقطة دي بتقول لها i got my information انا حصلت على معلوماتي من مصادر مختلفة لقطة مميزة قوي المفروض تسألها تقول لها ايه من اين حصلت على معلوماتك طب اين حصلت على معلوماتك يبقى where did you get your information اين حصلت على معلوماتك او from where did you get your information انت جبت معلوماتك منين لكن هيقابلني مشكلة ايه المشكلة اللي مقابلك هنا ان ما فيش في الاخر question mark ان فيه في الاخر full stop طبعا ما فيه في الاخر full stop يبقى انت مش من حقك ابدا انك تسأل لي باداة استفهام طب وما لا هسأل بيه مستر احمد يبقى انا هسأل عادي خالص بفعل مساعد هسأل عادي خالص هعمل جملة عادية انا وهقول تاني i got my information انا حصلت على معلوماتي from different sources من مصادر مختلفة المفروض اقول from where بس انا مفيش في الاخر question mark يبقى هقوله i wonder where you get your information ركز في اللقطة دي هجيب في الاول i wonder i want to know يتقولي في الاول i want to know يتقولي في الاول i wonder وكمل جملتك i wonder where you got your information انا بتساءل انت جبت معلوماتك منين كمان مرة لو هتسأل سؤال هتعمل لي where did you get your information بس مفيش في الاخر question mark ابديل ازاي واهرب من اللقطة دي ازاي يا مستر احمد اجيب في الاول i wonder او i want to know واجيب اداة الاستفاهم العادية بتاعتي i wonder where you got your information بس بشارط ما تجيب ليش فعلي مساعدة في الجملة i wonder where you got your information وحط في الاخر فلسطوب قالت لها جملة اي قالت لها i will hand it next week انا سوف اسلم هذا المشروع او هذا المقال next week لو في في الاخر question mark يبقى when will you hand it متى سوف تسلمي طب لو انا في الاخر فلسطوب وعايز اعمل سؤال نفس اللقطة هتقول لي في الاول i wonder when you will hand it تاني لو هتسأل سؤال يبقى اداة استفاهم when فعل مساعد will الفعل you الفعل الرئيسي hand it طب لو هو حطت فلسطوب في الاخر يبقى اجيب في الاول i wonder او i want to know حتة مهمة قوي يترمي في الاول i wonder يترمي في الاول i want to know وجيب بقى رابط عادي where you i wonder when you will hand it اتسأل متى سوف تسلمي قالت لها will حسنا وقامت ايلالها حاجة قالت لها of course you can read it when i finish it في في الاخر كوست شون مارك في نقطة رقم 6 قالت لها حسنا يمكنك قراءته when i finish it لما خلصه يبقى اكيد البنت سألت سؤال بدأ بفعل مساعد ليه مسترحمة ديات بدأت بفعل مساعد لان في في الاجابة كلمة of course البديلة الكلمة yes يبقى انا لازم اسأل بهل يبقى can i read it when you finish it ممكن اقرأه لما تخلصي وده كان اخر ديالوج عندنا النهاردة في الديالوج الموجودة ده كان الديالوج في الامتحان البوكلت رقم 2 في نمازج الوزارة في وقتنا الاخير في الحلقة هنتكلم عن how to deal with the comprehension question ازاي تتعامل مع سؤال ال comprehension قطعة ال comprehension قطعة الباسج لازم الطالب ما يقلقش في الامتحان ويخاف منها ليه اولا كلكم بتعانوا منها في الامتحان وبيطلع قلق كتير بعد اللجنة ودي اجابة ولا اجابتين وتنفع دي ولا ما تنفعش وكلنا شوفنا في الامتحان سانوية عامة لما كان بيسأل عشر عيون ولا عشرين عين وهجزة طيب حضرتك تعمل ايه عندنا عشر درجات في الامتحان اول حاجة لازم تعملها انك انت هتقرأ قطعة قرية سريعة بسرعة هتاخد قرية سريعة للقطعة رقم اتنين تاخد silent reading قراءة صامتة بهدوء كمان مرة عشان تثبت المعلومة هيقابلك كلمات صعبة في القطعة لازم هيقابلك كلمات صعبة في القطعة لان القطعة دي لازم تبقى unseen انت ما اخدتهاش لازم ما تكونش من كتاب المدرسة لازم تكون ما شفتهاش قبل كده تعمل ايه تحط خطوط تحت الكلمات اللي مش عارفها وتحاول guess the meaning تخمن المعنى من الجملة نفسها لازم هيديك الميننج موجود فيها عشان تفهم ثم تجرب على الكلمات synonyms المراضفات والكلمات العكس ثم ابرز الاسئلة اللي بيجيلك في القطعة ايه هي ممكن يقولك وطد دمين idea of the passage put a suitable title for the passage اديني عنوان مناسب ما هو الفكرة الرئيسية لها ممكن يقولك يجيب لك كلمة يحط تحتها خط يقولك what does it mean ممكن يقولك summarize لخص ممكن يقولك find words in the same meaning اديني كلمات تديك نفس المعنى ممكن يقولك mention improve اذكر باختصار ممكن يقولك from the writer's point of view خلي بالك لو قالك من وجه نظر الكاتب يبقى انت لازم تجيب من القطعة لو قالك from your point of view وده هتيجي يبقى من وجهة نظرك انت اخيرا بيقولك if you wear the writer لو انت مكان الكاتب كنت تعمل ايه عشان تديني الحل ركز في الكام سؤال الاخير explain illustrate اشرح فصر discuss ناقش شو كل دي حاجات في كلمتين مهمين synonyms المرادفات anthonyms العكس الحاجات دي مهمة 10 درجات مضمونين ان شاء الله في الامتحان لو قريت القطعة مرتين لو قريت القطعة مرتين في الامتحان هتضمن ده ويا رب ان شاء الله يكون حلقة النهاردة كيف حلقة مفيدة بالنسبة لحضراتكم شرفتنا مستر محمد ونتمنى ان يكونوا الطلاب بتاعتنا كلها استمتعت بالحلقة معنا وبنفكركم طبعا ان بالنسبة للسكيلز في عندنا شرح الترجمة مسمى هتاب ممدوح ومستر رمضان التركي والباريجراف مستر محمد فتح الباب بالاضافة النهاردة مستر محمد منصور تعامل مع سؤال الديالوج والكمبرهنشن ونكمل مع بعض في حلقات جانية ان شاء الله مستر محمد ونتمنى ان نشوف في حلقات قادمة ان شاء الله ان شاء الله مرسي جيدا مستر محمد ونشوفك على خير ان شاء الله